دعت الصين إلى ضرورة وقف الهجمات على سفن المدنية في البحر الأحمر وأكد بيان للخارجية الصينية أن وزير الخارجية حث في اتماع مع نظيره اليمني على أهمية الحفاظ على أمن الملاحة في البحر الأحمر مبديا استعداد بلاده لمواصلة لعب دور بناء في هذا الصدد كما جدد وزير الخارجية الصيني موقف بلاده الثابت تجاه اليمن وأمنه وسيادته وسلامة أراضيه ودعم الجهود الأممية الرامية لإيجاد حل سياسي شامل في اليمن كما بحث وزير الخارجية اليمني مع المبعوث الصيني الخاص إلى الشرق الأوسط الوضع في البحر الأحمر وتداعيات الهجمات الحوثية على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي وانعكاساته على الوضع الاقتصادي والمعيشي لليمنيين وبدوره أكد المبعوث الصيني حرص بلاده على تحقيق الأمن والسلام في المنطقة واعتماد طرق الحوار لحل النزاعات والخلافات مجددا دعم بلاده للجهود الدولية والإقليمية الرامية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن ما الذي يمكن أن تقدمه الصين في إطار حل الأزمة اليمنية سأناقش هذا الموضوع من بكين الصحفي نادر رونج أستاذ نادر أهلا بيك من الرياض المحلل السياسي اليمني الأستاذ مانع المطري أستاذ مانع أهلا بيك سأبدأ مع الصين مع الأستاذ نادر رونج أستاذ نادر أهلا بيك يعني الحل معروف ولكن كيف ينفذ يعني من يريد أن يؤثر في القضية اليمنية عليه أن يؤثر في الميليشيات الحوثية ومن يريد أن يؤثر في الميليشيات الحوثية عليها أن يذهب إلى طهران والدولة الوحيدة القادرة على التأثير على طهران هي الصين وبالتالي لو أرادت الصين فعلا أن تتدخل وتحل هذه المشكلة ستحلها من أساسها من هناك من طهران فهل ممكن أن يقدم الصينيون هذه المبادرة وهذا الحل؟ أهلا ومحبا بكم أولا الموقف في الصين تجاه القضية اليمنية والأزمة في اليمن هو أن على جميع الأطراف التمسك بإتجاه الحل السياسي وإتجاه الحل السياسي فعلى جميع الأطراف أولا تحقيق المصالحة الداخلية وكذلك تعزيز التدام الداخلي ووحدة الداخلية لإنهاء الانقسام والنزاعات وبدو الاستعداد لإعادة لأعمار في أقرب وقت ممكن فهنا الصين يمتدع جميع الأطراف المعنية إلى المصالحة الداخلية من خلال الحوار والتفاوض فهناك قدوة بين السعودية والإيران فلذلك هناك أيضا أمل والسبل لتحقيق المصالحة الداخلية في اليمن واستعادة الاستقرار وبدو إعادة لأعمار في البلاد أعود تاني مرة أخرى إذا أرادت الصين فعلت يعني بمعنى والله إذا أرادت الصين أن تتدخل في طهران وهنا أسألك يعني ما الذي يمنع الصينيين أن يتدخلوا في طهران تحديدا لحل هذه المشكلة وستعود على الصينيين بالنفع يعني الصينيون يريدوا أن يتواجدوا في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط أكثر من الأمريكيين لهم مصالح اقتصادية كبيرة في المنطقة بقبولين من المنطقة لديهم مقبولية كبيرة وبالتالي يعني إن مارسوا ضغطا على طهران للحل سيتم الحل يعني الموضوع يأتي من طهران أولا هذه الصين يعني دائما تتمسك بمبدأ يعني عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى ولكن هي تبدل أقصى جهودها من أجل الوساطة ومن أجل التحقيق المسالحة والاستقرار في المنطقة لأن الصين يعني تريد أن ترى المنطقة يعني موحدة ومستهرة وكذلك لتحقيق الفوز المشترك من خلال التعاون بين الصين ودولة عربية وأولا الاستقرار أيضا الصين تريد الاستقرار في المنطقة في أسرع وقت ممكن ولكن الصين قد بدلت جهودها وكذلك دعت مختلف الأطراف إلى وقفة لاغنار وكذلك اللجوء إلى الحل السياسي وكذلك الصين هناك أيضا يعني الاتصال بين الصين وإيران لحل هذه المشكلة فأموما الجهود الصينية مستمرة في هذا الصدد وكذلك هناك تنسيق واتصال مكثفة بين مختلف الدول في المنطقة بما في ذلك إيران من أجل تحقيق المصالحة الداخلية في اليمن سيد مانع يعني ماذا تنتظرون كيمنيين من الصين يعني المطلب واضح وصريح يعني ليس هناك طلب ثاني هو طلب واحد فقط أن يمارس الصينيون ضغوطا أو تأثيرا على طهران فتؤثر بالتبعية على الحوثيين فيصل اليمنيون إلى حل واضح أن هناك موازنات عند الصينيين ولكن أعيد السؤال مرة أخرى إلى أي حد يمكن أن يكون أو تكون هذه اللقاءات اليمنية الصينية في إطار هذا الحل الذي نطرحه في صغة سؤال نعم تحية لكم لضيفك الكريم والمشاهدين العزاء أنا أعتقد أن ما تطمح إليها الحكومة اليمنية في مشاوراتها أو في تعاملها مع الحكومة الصينية هو أكبر حتى من مسألة الضغط على إيران إيران دولة إقليمية وازنة وتستطيع إلى حد ما أن تتحاشى تأثير الضغوط الصينية عليها فيما يتعلق بعلاقتها مع ميليشيات الحوسي لأن لديها أدوات كثيرة تستطيع أن تستمر في دعم ميليشيات الحوسي دون أن يكون هناك اتصال حتى مباشر بين إيران والحوسيين من خلال أدرعها وقد رأينا في الفقرة الماضية من النشرة كيف أن إيران تلجأ إلى الفصائل العراقية التي تسهل عملية استمرار وتدفق الدعم للميليشيات الحوسي وبالتالي الحكومة اليمنية تطمح إلى شيء أكبر من مسألة الضغط على إيران وهو أن لا يبقى فقط الموقف الصيني في إطار الدعم لجهود الأمم المتحدة وإنما أن يصبح أكثر فاعلية من خلال المبادرة في دعم الحكومة اليمنية وتمكينها على أن تستطيع أن تحفظ الأمن في البحر الأحمر وفي الملاحة الدولية من الطبيعية الصين كدولة عظمى ودولة كبرى أنها تتضرر ولا تريد أن يستمر زعزعة الاستقرار في المنطقة وفي نفس الوقت أنها لن تتعامل يوما ما مع ميليشيات خارجة عن الدولة ولن تتعامل إلا مع دول حقيقية ومع دول شرعية ومع مؤسسات شرعية تب سوزماني خليني أفكر أو ألعب معك هذا الدور السياسة ليس هناك شيء مجاني في السياسة لازم يكون فيه مصالح وبالتالي إن طلبت من الصينيين فعليك أن تقدم للصينيين وبالتالي ما الذي يمكن أن يقدمه أو تقدمه الحكومة الشرعية للصينيين والصينيين ليسوا يعني يرفعون شعار الحرب أو السلاح الناس منطقيين دائما يفكروا في البزنس وفي التجارة وفي كل الأشياء ما الذي تستطيعون أن تقدمونه للصينيين عشان تطلبوا من الصينيين خدمة بهذا الشكل أن تمارث تأثيرها السياسية كما قلت الصينيين أكبر تاجر بالعالم والتاجر يحتاج إلى الاستقرار ولا أحد يستطيع أن يمنح الاستقرار في ممرات الملاحة إلا دول معترف بها ودول قادرة على حفظ أمنها نحن نستطيع أن نجعل البحر الأحمر آمنا ومستقرا فقط على هذه القوى التي تستفيد من البحر الأحمر أن تتعامل مع الحكومة اليمنية بشكل إيجابي أكثر وأن تدعم الحكومة اليمنية وتعزز قدراتها على حماية الملاحة الدولية أما نكون على مسألة أنه بالإمكان الاتفاق مع الحسيين على صيغة ما تجعل السفن الصينية تمر بسلام فهذا الأمر غير واقعي وغير حقيقي ولا نعتقد أيضا أن الصين ستغامل بالدخول فيه هكذا اتفاقات والدليل أنها لا زالت إلى الآن تتعامل بشكل إيجابي مع الحكومة لكن ما نطالبه هو المزيد من الإيجابية في دعم قدرات الحكومة اليمنية على الحفاظ على أمن البحر الأحمر وعلى السيطرة على كل أراضيها سيد نادر خلينا نعمل لعبة المصالح بهذه الطريقة اليمن مهم جدا لكم أنتم لديكم طموحات في أفريقيا ولديكم حضور كبير في أفريقيا وبالتالي اليمن وهذه المنطقة تحديدا هي البوابة التي تدخلك إلى عالم أفريقيا بارتياح شديد جدا فلما لا يمارس أو يلعب الصينيون لعبة المكاسب والمصالح في هذه الزاوية بشكل أو بآخر أولا اليمن هي من الأوائل الدفعة الأولى من الدول العربية التي أقامت العلاقات الدبلوماسية مع الصين فهناك صداقة تقليدية بين البلدين وكذلك الصين تدعم اليمن في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وكذلك الصين تدعم الحكومة اليمنية الشرعية وكذلك الصين تحرس على صداقتها مع اليمن وحكومة مشعبا فلذلك الصين لا تريد الصراعات في اليمن وكذلك تدعو الصين دائما إلى عدم الهجوم على السفن المدنية وكذلك حماية الملاحة الدولية وكذلك الصين كما قلت حريصة على الصداقة وتدوير علاقاتها مع اليمن وتريد أن ترى اليمن المستقرة دمستيس نادر أنتم مش مختلفين مع الحوثيين ولا مع إيران يعني ليه متواجدين في البحر الأحمر طبعا أولا على جميع الأحوال يجب ضمان الأمن لملاحة الدولية وأن هذه مهمة جدا للتجارة العالمية وكذلك ضمان عدم الهجوم على السفن المدنية وحده هي يعني يجب الالتزام بالقوانين الدولية وكذلك في نفس الوقت يجب أيضا الحفاظ على السيادة اليمن ووحدة أراضيها ولا يمكن الاتخاذ أي عمليات عسكرية يعني بدون تفريد من الأمم المتحدة فصين هنا تريد أولا الاستقرار في المنطقة وثم كذلك التعاون المشتركة لتحقيق المكاسب المشتركة والفوض المشترك طيب سيد منع هنا السؤال لفت نظرنا أن وزير الخارجية الجديد يبدأ يعني في اتصالات مهمة ومؤثرة وكانت هناك شكوى في السابق أنه الاحتياج إلى مزيد من الجولات والحركات الدبلوماسية والحراك الدبلوماسي للقاء مع الدول الكبرى في العالم المؤثرة اللي ممكن تفيد الحالة اليمنية نعم أعتقد أنه وزير الخارجية الجديد الدكتور شائع محسن الزندان هو رجل لديه خبرة كبيرة في العمل في المجال الدبلوماسي وأيضا هو يعكس توجه مجلس القيادة الرئاسية أنه صحيح أن الولايات المتحدة الأمملكية فاعلة بشكل كبير ومؤثرة في الملف اليمني وتستطيع أن تحقق شيء ما إذا ما صدقت النوايا وإذا ما تلاقت مصالحها مع مصالح المنطقة لكن ليست وحدها هي الفاعلة في المنطقة والتي تستطيع أن تكون مؤثرة في هذا الملف الصين أيضا لا تأثير كبير روسيا أيضا لها مصالح من ما يجري أو من ما قد يجري وبالتالي لا بد من النظر في مختلف الاتجاهات تبتحريك هذا المحور وسزمانا يعني يكفي فقط للدبلوماسية اليمنية إذا أرادت أن تحرك هذا المحور اللي هو الصين روسيا الذي يشكل مواجهة في مواجهة المحور الأمريكي الأوروبي وبالتالي عليك أن تملك أدوات تأثير أيضا على الروس وعلى الصينيين نعم الحقيقة أن مجلس القيادة الرئاسي بمجموعة والحكومة اليمنية لا يفكر في أن يضع نفسه في محل استقطاب في دائرة الصراعة الدولية القائمة اليمن ليست في وضع يسمح لها بأن تضع نفسها في مرحلة استقطاب لكنها في نفس الوقت منفتحة على التعامل مع مختلف القوى الدولية الفاعلة والتي من خلال اتصالاتها معها قد تحقق مصلحة وطنية عليا اليمنين هناك أيضا مصالح تستطيع الشرعية تحتاج دعني فقط أكمل الفكرة يا سيد محمود لا نقطة أنا أريد أن تركز على ماذا تريد نحن نريد من الشرعية على نقطة المصالح نعم على نقطة المصالح الحكومة اليمنية تريد أن تقدم نفسها لكل الفاعلين الدوليين أنه لا يمكن حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة إلا بالتعامل مع حكومة شرعية وقادرة على أن تكون ذات تمثيل شعبي حقيقي الطرف الذي يمتلك التمثيل الشعبي والدستوري هي الحكومة اليمنية ولا يمكن الاستمرار في تحقيق مصالح هذه القوى الدولية سواء من الصين أو الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي أو روسيا في ظل وجود انقسام داخل اليمن وفي ظل وجود ميليشيات تسيطر على البر اليمني المطلع على البحر الأحمر تحقيق الاستقرار يقتضي أن تسيطر الحكومة على كل السواحل اليمنية طيب أعود لنادر في عجالة سريعة جدا إلى أي حد يعني الصين دائما دبلوماسية كما أنت أستاذ نادر رونغ دبلوماسي جدا يعني في أجوبتك لكن هذه الدبلوماسية لا تعني على الإطلاق أن العالم مقسم إلى محاور يعني أنتم كصينيين مع الروس كمحور مهم وفاعل ومؤثر في مواجهة محور آخر أمريكا والأوروبيين هكذا هي السياسة وهكذا هو العالم يعني فلما لا يكون هناك استفادة أو حضور في هذه المنطقة تحديدا مع الصين في موازنة الجانب الآخر الأمريكي والأوروبي أولا الصين تتمسك بالفكرة أو استراتيجية مختلفة تماما القوة العظمى عند سعودها فصين يعني أولا لا تريد التدخل في شؤون الداخلية للدول الأخرى وكذلك لا تريد استخدام القوة في أي يعني في حل أو فرطة حيمنتها على أي منطقة في العالم باستخدام القوة والضغوط وثم الصين كذلك تريد هذا التعاون وحتى يعني علاقاتها مع روسيا هي ليس مثل التحالفات يعني السياسية والعسكرية في الأيام حرب الباردة هي تجاول هذه التحالفات وما تريده الصين هو التحول العالم إلى يعني الوضع الدولي إلى أكثر التعددية وكذلك أكثر العدال والإنصاف وكذلك التوصيح حق الإعلام للدول النامية وكذلك المصالح الداخلية مثلا بالنسبة إلى اليمن الصين تريد المصالح الداخلية من خلال الحوار والتفاوت وفي أقرب وقت ممكن وإنهاء الحالة للإنقسام من خلال الحوار والتفاوت ويجب على المختلف الأطراف نعم سيد نادر يعني اتجابة لجهود الدولية من أجل المصالحة وذلك من خدمة كذلك من أجل خدمة الشعب اليمني نادر رونغ الصحفي الصيني من بكين شكرا جزيلا سيد نادر وستزمانع المطري من الرياض شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم